أهلاً وسهلاً، ليه كان يقول الساكة الاقتصادية ما بقى عش ومساعدة دولة وأنها تشي مجرد دعايات وأنه كنادوين على مقاولاتي وعلى الإمدادات البنكية وعلى اللي بغي دير آفار مقاول داتي كل شي كيل ليعفاء من الطريبة وتشجيع وتحفيز اليوم بالنسبة آخر تعليمات مالاتية والتنفيذ الفوري هي المساعدة في الاقتناء السكن الذي فمجرد منه السكن من لم يجب أن نتتصل على حضارة للحضارية وأنها تشاهد فيند تجهة الفوري يمتعدها إلى إدارة بالنسبة لحضارة للحضارية تثبت أنه لا يوجد ملكية في المغرب لا يوجد منزل لا يوجد منزل المغرب يتعاونك البلد يتعاونك الدولة يتعاونك 10 مليون إلى 20 منزل ما بين 30 مليون ما بين 20 مليون أقل من 30 مليون بالخطب بالحال نور معلمو أقل من 30 مليون يتعاونك بعشرات المليون الله يجعلكم تشريه تب بـ 20 يتقام عليك غير عشرة يتعاونك بعشرات المليون قلب على دار 25 مليون طلع عليك بـ 15 مليون قلب على دار 17 مليون طلع عليك بـ 7 مليون المهم عشرات المليون الدولة تتعاونك بها لاشريتي دار أقل من 30 مليون هذا هو السكن الاقتصادي لذلك سببانشيون للإطاء 100 مل دي رام لإستطلاق من المجاه have 300.000 ديم ايضاك مهمة للإستطلاق حتى المغربية المقيمة في الخارج تحتاج إلى المغربية تتعاونك المجال للمهارة المعار بشّهرات تحتاج إلى بقاءة أو الإستطلاق أو البانيس سير شريدار قلم 30 مليون عندك مساعدة ديديكسيون ديال 30 مليون إلا بغتي تشري ديال المساعدة ديال العشرات المليون بغتي تشريدار ما بين 30 و 70 مليون عندك مساعدة مالية سبعات المليون ولكن تتبت باش غتتبتها بنفس الشهادة شهادة عدم الخضوع للضاريب الحضارية سيب بوزون مراتك عندها ضار انت تقدر شريدار ديالك شريدارك سواء ان اقتصاد يجيب اتساسيون دونو اموزيسون على تاكس اوغبان شهادة عدم الخضوعية ضاريبة العقارية الحضارية وتاخد سواء ديال ما بين 30 و 70 سواء ما بين ما قل من 30 مليون سواء ما بين 30 مليون سواء ما بين 30 مليون واخر مرتك اول مرة راجلها عنده الضار ما بينه الضار وهي ما عندهش تثبت انها ما عندهش السكن بديك الشهادة ديال عدم الخضوع للضاريب الحضارية وتستفدت ايام الاعنى حسب المنزل اللي غتاخد السكن قصد السكن قصد السكن هاتشي اللي كاين وكاين اللي عطي داره شاري داره وعطي والديه سكنين فيها والديه سكنين فيها والدار ديالو بغي يشريه هو دار يقدر يستفدته وواخر عنده الضار يستفد منها شاريطة يشريها في اسمية الوالدين ديالو في أمه ولا في الوالد ديالو وإلى باحه هو غير خاضع الضريبة على المباني على بيع العقاري لأنه كيتعتمر بحلة هو اللي سكن فيها مدام سكنين فيها والديه إلا تبت بشاهد الكارت ناسيونال فالبطاقة الوطنية ديالواليديه أنهم ساكنين تمك أكثر من خمس سنوات زائد الرولوفيديا للضول ما فسميته هو ولا فسميتهم هما ها هذيك وشاهده إدارية من المقاطعة على أنهم في علين ساكنين تمك هذيك العائلة أكثر من خمس سنوات يبيحا مش مش عاوديش يريد دار خروج السابت مثل عادل من يوم اللي عشر عادل من يوم الموهم يبيحا وما يخلص لطيبي الطاكس على هاتش اللي بغينا نقوله لكم وهني ألي المغاربة ودائما المزيد المزيد من من تخفيف متائب الحياة وتكاليف الحياة اللي أصبع سبب بالخصوص السكن اللي هو مهم بزف 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 الحمد لله وعشى الملك وشكر الملك المغرب ترجمة نانسي قنقر